شهدت قافلة جامعة طنطة في قرية الجبرية بمركز المحلة بالغربية بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وكذلك مؤسسة حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية شهدت توقيع الكشف الطبيع على 1297 مواطنا كما شهدت القافلة زراعة 50 شجرة مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ودعم مؤتمر المناخ ومحو الأمية ل32 مواطنا وأكد رئيس جامعة طنطة دكتور محمود زكي أن الجامعة تضع أولوية لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية الداعمة للمبادرة وذلك بالقرى الأكثر احتياجا لتقديم خدمات متميزة صحيا وخدميا وتوعويا للمواطنين بتلك المناطق